سيدة فلورا بو أرقوت رئيسة الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين صباحك سعيد أو مسارك سعيد سيدة فلورا أهلين وعطيكم الصحر ضيافة شكرا لك أنت على الحضور سيدة فلورا هذه الصورة اللي كنا نشوفه فيها الآن تختصر وش راكم تعانين يوميا لكن وش راه يصرى فعلا راه أكبر من كل هذا الشي اللي شفنا ممكن سيدة فلورا لكم تلقلين اكتر معاناة لكم تعيشوا فيها يوميا احنا يوميا يعني الشخص المعاقل يوم في بلادنا الصحرى وعاني وعاني ما صوريش يعني كيفاش احنا يعني من باب البيت إلى الشارع يعني سي باركور دي كومباتان يعني صعوبات بززاف بزاف اكتشوفه لتخوتوار حتى كونو لتخوتوار ودولة دي المصارف كبار فيهم باش احنا نجوزو نتنقلو روحو ونجو اكتشوفه بوتو تاعة لامبادر اللي يمنعنا باش الكورسي متحرك ولا حتى كنا بلي بكتاي ما نقدوش نجوز وساعة حتى كون يعني اللي تخوتوار فارا فارا سي دفن نغد ستاسيون مو تعتنو بلاد يعني حاجة يعني ما تصورهاش العقل ويقولوا للشخص المعاقل لازم يندامج في المجتمع لازم يخرج هو تانيك لازم لازم علي يندامج في المجتمع يحس روحو كمواطن يعني عادي انا نحس روحي كمواطنة عادية بالصح كيمدوليك يسهلو لي كم الامور الامور اليوم ما يشواج داك باش انا نحس ننسى الاعاقة تاعي كيف يوفروا لي هذه الامكانيات اليوم راهي يعني راهي فوضى راهي فوضى نقلوها ونعودوها انا كنتشوفيها انا كتبنا للوالي كتبنا الوالي ديليجي كتبنا رئيس البلدية كامل الاشخاص معاقين كل جمعية وطنية راهي كتبونا من كل ولايات يقولونا يا مادام لازم دفع علينا لازم السلطات يسمعوا بنا باللي عنا رانا يعني في ديقونا ديقوا علينا المعيشة كامل ونكتبو اكتشوفي حتي يكونوا علينا لتخطوار لتخطوار الاسف يولو ديزرق ديستاسيونما ولما كاشتلي فيهم تنوبيلات يغرصوش جور تخطوار ديجا يكون صغير وزيدو غرصوش جور فيهم كما يصيفوا علينا احنا كاشخاص معاقين نمشوا على الطريق ونتمشي طنوبي طنوبي كل سو هذي كتولي دانجي يعني لا لا تخطوار هذا لازم يعود يرجع للشخص اللي روي يمشي برجلي وهدي مشينا يعني في الصيف هذا كامل رحنا محسب واحد خمس ولايات ولاست ولايات قطرشنا نديرو ديامات تحسيسي على حوادث المرور كاش ولاية اللي دخلنا فيها وصبنا يعني طرطوارات يعني نقدر نمشي بكل سهولة فيهم سيدة فلورة هل حاولتونكم تتواصلوا مع السلطات وكيفش تتعامل السلطات في كل مرة ترسلوهم من أجل أجل الممثلة نرسلوهم كنا نكتبو لهم يعني كانوا ما يواجبوناش ومبعد واش درنا ولينا نديرو في الزاكوزية الريسبسون كي تشوفي لازم يشوفي لازم هاد الجمعية هادية عنا احنا نسخة أعطاته لنا الوزارة الداخلية كيما لباقتي بوليتيك لازم يشوفونها يعني كأشخة جمعية فعالية في الميدان رامي يقولوا الجمعيات لازم كما سمعت سيدة قال كورو من الجمعيات كان لا لا كيلي رامي نشتو ما مش يدو بقدراهم لا لازم يقولي ما نشتوش لقبهم ساكين الحمد لله في بلدنا الجمعيات رامي نشتو لامي هما تاني كيجيبوا اليد المساعدة للمواطن لبلادهم للمجتمع ويزوروا ويشوفوا يشوفوا كيفاش اليوم رامي الجمعيات يخدموا بالصحب يعني دايما يقولوا الجمعيات يعني لا 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 ما شي ونسحقوا الجمعيات اليوم يعني كل الشخص اليوم لازم يدخل في الجمعيات الجمعيات التي تحارب الحوات المرور الجمعيات التي البيئة الجمعيات لازم هذا هو اللي دين فرصة للبلاد يعني السلطة سيدة فرورة هنا نتحدث كذلك على المشكلة اللي يعيشوا كل يوم يعني الأشخاص المعاقل في هذا الصورة لاحظنا أنه فيما يتعلق بالطريق لكن ممكن أمور أخرى رهي تصلكون يوم وسائل النقل كيفشلكم تتعاملوا النقل وراء 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 للنقل اليوم لدي الشخص المعاقل من المكان إلى المكان وراء مكانش حتى دارونا للمترو ونساوا بلادنا كان الأشخاص المعاقين يسالوا يطلعوا يحبطوا فيه وتسهلوا من الأمور تسهلوا من الحياة تحهم ينساوا يزولوا بليه هذا هو اللي سهل الشخص المعاق بشي هو تاني كين دامج يحسوا يعني كمواطن عادي عادي سيدة فرورة تعتقدي وانتي ربما تلتقي بالكثير من دول إحتياجات الخاصة الأشخاص المعاقين طبعا أنه في الخارج مثلا يخليه يصل يعتمد على نفسه يعني لا ما يحبش أنه في كل مرة لازم له مساعد في كل مرة لازم يكون واحد يجي شخص يساعده وغيره لازم نالي كونت في كل مستحرك نالي خلش نسبيتار كينا كي موابيتي كي درنا الحادث هذا يوقعنا في الدار السنوات ومبعد جانهار ونحبينا نخرج ونحبينا نروحون تبحره وحبينا ما قدروش نخرج وحدنا حتى حبينا نخرج وحدنا نكونوا حرين في تصرفتنا ما نقدروش ما كاش يعني من الباب بتاع المنزل إلى الشارع سدي زوبستاك صعوبات كل يوم نسيبه صعوبات سواء ما كاش تخطوها سواء ترخ محفرة سواء يعني هذا هو اللي يخلي الشخص المعاق مطرف وش أنا نقول لك هذا هو اللي يخلي الشخص المعاق اليوم ما يقدرش يندمج حتى كان بعد شركات هنيك كي شوفي عم يقرأ وم يديروا دي جي بلوم رام يعني يوصلوا كي هما كنا صحح بسح باش يروح يسيب خدمة يعني الشركات دي ما فرطلوش إمكانيات باش يعود يخدم فيها هذا هو اللي يترف اليوم الشخص المعاقد هو اللي يترف البيهاب ما حتى تلناش الفرصة هذي فقط نتقلل نقطة أخرى نحن نتحدث على دور يعني الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيره نحظوا أنه شرفونا يعني في العلعاب الأولمبية ربما ممكن أصور فقط أربع ميداليات في اليوم الأول من انطلاق الأولمبية التي تجرى وقعها بريو البرازينية منها فضيتين كانت من نصيب هواري بهلاز وصيفي نسيمة في رمي الجلة وكذا برونزيتين لكل من مصارعة الجيدو في وزن أقل من 52 كيلو جرام لشيرين عبداللاوي ومجمع نادية في رمي الجلة وهذا تحتل الجزائر معتبر 24 في الترتيب العام بعد يوم واحد من انطلاق المنافسات هذا الشرف الشرف الصباح كي شفت في الخبار طلعوا العلام في الخارج الجزائري لحمة تشوك لحمة تشوك يعني حاجة روعة روعة كي تعطي الشخص معاق تفرق كل مكانيات يعني متخالفش من الشخص العادي كيف كيف عندهم الفكار كيف كيف حابوا يخدموا كيف كيف يقلوا كيف كيف يعني وشي السعب هو سوكة الانفيرون ما هو يعني اللي يتطرف الشخص معاق وبراظو عليهم وإن شاء الله كيد دخلوا نطلقوا بيهم وننقروا بيهم وننقروا بيهم وننقروا بيهم يعني حاجة روعة 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 معي الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين شكا لك على الحضور وعلى كل ما قدمتني لنا اليوم أعطيكم صحة لمزيتنا هذا دور تانيك على المجتمع لازم هذا هو دور المجتمع هو تانيك لازم يكون في الميدان ما قادش غير ينبع في يدوه ويقول لي ما داروا ليش ما دارش حنا تانيك لازم يكونوا في الميدان بارك الله فيكم طبعا شكا لك سيدتي